عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية القمر المتحدة إكليل ظنين وفي بداية الجلسة قلد الرئيس إكليل ظنين خادم الحرمين الشريفين وسام الهلال الأخضر القموري من درجة الهلال الأكبر الذي يعد أرفع وسام في الجمهورية تقديرا لجهوده في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية وبحث الملك مع رئيس جمهورية القمر المتحدة مجالة التعاون بين البلدين إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث في المنطقة حضر المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء والوفد المرافق للرئيس إكليل ظنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر